السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة حل التحديات البرمجية من موقع code wars إذن في هذا الفيديو سوف نستخدم لغة البرمجة go لحل هذا الـ problem هنا أو هذا الـ challenge بعنوان find the odd integer إذن given array of integers لدينا مصفوفة من الأعداد الموجبة find the one that appears an odd number of times يعني لدينا array فيها مجموعة من الـ integers أو الأعداد نريد أن نقوم بإرجاع العدد الذي يتكرر بشكل فردي وطبعا دائما هناك عدد واحد فقط يتكرر بشكل فردي هذا هو الذي نريد أن نقوم بعمله أو بإيجاده إذن سننتقل هنا على الـ visual studio code كالعادة إذن هنا لدينا طريقة للحل فمثلا الطريقة الأولى يمكن هنا أن نأخذ كل number ونرى كم يتكرر فممكن نستخدم الـ hashes الموجودة في الـ data structure يعني ستكون لدينا hash table في هذا الـ hash table مثلا سوف يكون لدينا العدد واحد هذا العدد واحد مثلا سيكون مكرر هنا اثنان لدينا هنا العدد اثنان إذن مكرر أيضا اثنان وسيكون لدينا العدد خمسة أيضا مكرر اثنان لدينا العدد ثلاثة مكرر واحد إذن هنا مكرر عدد فردي وبالتالي سوف نقوم بإرجاء ثلاثة لو نستخدم هذه الطريقة سنحن هنا نتعامل مع الـ space complexity الخاصة بالالغوريثم إذن سنتجنب هذا سنستخدم طريقة نتعامل مع time complexity إذن ما هي الطريقة التي سوف نستخدمها سوف نستخدم طريقة الـ xor bitwise operator هاته كيف تعمل الـ xor هاته نعمل إذن هنا التعليق إذن إذا كان لدينا سفر مع سفر في هذا الشكل إذن سفر مع سفر سوف تعطينا سفر واحد مع واحد إذن واحد مع واحد أيضا سوف تعطينا سفر لدينا مثلا سفر مع واحد سوف تعطينا واحد وواحد مع سفر سوف تعطينا واحد إذن هذه طريقة أسهل بكثير في حل هذا الشالنج هنا فمثلا نحن لدينا هذه الـ array of integers إذن سوف نمسك هذا العدد الأول سنقوم بعمله xor مع هذا العدد الثاني إذن لدينا واحد مع واحد بالتالي تعطينا سفر إذن هنا ستصبح لدينا سفر ثم xor واحد هذا المتبقي إذن سفر مع واحد ستعطينا واحد أيضا نأتي إلى هنا إذن العدد التي تشبه بعضها أكيد سوف تعطينا سفر عندما نستخدم xor فلدينا هنا واحد مع واحد هذه كأنها سفر هنا أيضا ندينا اثنان مع اثنان إذن ستكون سفر خمسة مع خمسة إذن سفر المجموح هنا كله هو سفر نقوم بعمله xor مع ثلاثة وبالتالي نحصل على ثلاثة بكل بساطة إذن هذه الفكرة من xor إذن سوف يكون لدينا النمبر الخاص بنا سوف يكون القيمة الافتراضية سوف تكون صفر إذن سنقوم بتعريفه بهذا الشكل إذن هو من نوع انتجر وسوف يأخذ الديفولت value سفر نعمل هنا for loop إذن لدينا هنا العداد i يبدأ من السفر أوكي وهنا لدينا اللنث الخاص بهذه السيكونس يعني مثلا هنا لدينا اللنث هو ثلاثة إذن الاندكس سوف يبدأ من سفر واحد اثنان ويتوقف وهنا لدينا العداد دائما نضيف واحد حتى ننتقل من العنصر هذا إلى العنصر هذا إلى العنصر هذا وهكذا إذن هنا ما الذي نريد أن نقوم بعمله هذا النم سيساوي النم أوكي سيساوي لنا النم ونعمل له xor مع معفوا هنا ليس لدينا النم إذن دائما نحن نأخذ هذا العدد ونقوم بعمله xor مع الذي يليه ممكن نعمل هنا sequence بهذا الشكل إذن sequence i إذن sequence i بهذا الشكل حتى نستطيع أن نحصل على هذه العنصر إذن سوف يكون لدينا سفر 0xor مع 1 إذن ستكون 1 بعدها المرة المقبلة 1 مع 1 ستعطينا السفر ثم المرة الأخيرة ستكون لدينا السفر مع 1 وبالتالي يتم إرجاء لنا 1 في النهاية نحتاج إلى إرجاء النمبر إذن لو نجرب هذا الكود نعمل go run ولدينا هنا findoutinteger.go إذن هنا يرجى لنا 1 وهنا أيضا يرجى لنا 3 إذن بهذا الشكل هذا الكود الصحيح نقوم الآن بتجربته في الموقع إذن نأتي هنا نعمل paste ونعمل هنا إذن test إذن الاختبارات الستة هنا كلها ناجحة نعمل attempt إذن 46 اختبار ناجح الآن نعمل submit وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الشرح إذن نلتقي في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نعمل